بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية لمادة التدخل المبكر عنوان درس اليوم الخطة التربوية الفردية للفصل الدراسي الأول معكم المعلم عهود مطيري سوف نتعرف اليوم على تكملات لخطوات الخطة التعليمية الفردية ماذا تعرفنا في لقاء السابق؟ ما هي مكونات الخطة التربوية الفردية؟ أولا تحديد مستوى الإتقان المطلوب لكل هدف قصير مدى تحديد الأدوات والمواد اللازمة للتحقيق الهدف ويقصد به الوسائل المعينة والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف تحديد تاريخ بدء وانتهاء كل هدف قصير المدى تحديد استراتيجيات تدريس كل هدف قصير مدى إعداد خطوات التعلم الأساسية لكل هدف قصير مدى وهو يقصد به تسلسل الأهداف السلوكية ودائما نحرص في تسلسل أهداف أن نبدأ من الأسهل إلى الهدف الأصعب الآن سوف نتعرف على أنواع الأهداف التي سوف أطبقها للطفل أنواع الأهداف من حيث المدى هناك أهداف طويلة المدى ودائما نأخذها من مستوى الأداء الحالي للطفل وأهداف قصيرة المدى نأخذها من أهداف طويلة المدى والأهداف التدريسية التي سوف أطبقها للطفل وتكون دائما ماذا؟ أهداف تدريسية ومتسلسلة من الأسهل إلى الأصعب الأهداف طويلة المدى يقصد بها ماذا؟ وتكتب في البرنامج التربوي الفردي وتكتب في الخطة التعليمية الفردية للطفل وهو سلوك متوقع من الطفل يمكن ملاحظته وقياسه وتحتاج إلى وقت طويل إلى تحقيقها وقد يصل إلى فصل دراسي أو سنة وهذه الأهداف يتم صياغتها بشكل عام سوف نأخذ أمثلة عليها إن شاء الله الأهداف قصيرة المدى وتكتب في البرنامج التربوي الفردي وفي الخطة التعليمية الفردية هي سلوك متوقع من الطفل يمكن ملاحظته وقياسه وتحقيقه من خلال فترة زمنية قصيرة ترتبط بمهارة محددة تشتق من الهدف طويل المدى وتكون صياغته أكثر دقة وأكثر تحديد وتخصيص من الأهداف طويلة المدى هنا أهداف عامة وهنا أهداف خاصة وتكون واضحة وتكون ملاحظة بالعين ويمكن قياسها بالعين أهداف التدريسية هي الأهداف التي تكتب في الخطة التعليمية الفردية فقط وليس في البرنامج التربوي الفردي العام تكتب الأهداف التدريسية في الخطة التربوية الفردية هي سلوك متوقع من الطفل يمكن ملاحظته وقياسه وتحقيقه غالبا في حصة دراسية واحدة وهي عبارة عن تجزئة للأهداف قصيرة المدى ودائما أذكر أنها متسلسلة متسلسلة من الأسهل إلى الأصعاب للطفل الآن نريد أن نمثل أهداف طويلة المدى قاعدة في سياغة الأهداف طويلة المدى هذا النشاط أو هذا التمرين مستهدف فيه فئات أو معلميات تربية خاصة أو معلميات تدخل مبكر دائما نبدأ بأن زائد فعل مضارع مثل ماذا يقرأ يكتب يلون اسم الطفل المهارة المستهدفة التاريخ المتوقع لتحقيق الهدف مثال أنت عد نور الأرقام من صفر إلى عشرة نهاية التاريخ المستهدف نهاية شهر أكتوبر لعام 2023 مثال آخر أن يقرأ أحمد الكلمات ذات الأربعة أحرف في شهر صفر لعام 1444 هجرة مثال آخر أن يقرأ عبد الله الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء خلال فصل الدراسي الأول من عام 2023 ميلادي هذه طريقة ومثال في صياغة الأهداف طويلة المدى الآن نريد أن نمثل طريقة صياغة الأهداف قصيرة المدى أن زائد فعل إجرائي أشاهده فعل إجرائي أشاهده اسم الطفل المهارة هنا نضع الضرب أو الشرط وأيضا نضع المعيار أو المحك والفترة الزمنية مثال أن ترمي نوف الكرة بيدين في الملعب وين مكانه الضرف أين؟ في الملعب بدون مساعدة وبنسبة إتقان المعيار نسبة إتقان مئة بالمئة خلال ثلاث جلسات متتالية في أسبوعين مثال آخر أن يرسم خالد الأشكال الهندسية المربع المثلث باستخدام ماذا؟ القلام والصبورة بمساعدة المعلم في ثلاث محاولات ناجحة من أصل كم محاولة؟ من أصل أربع محاولات هذا يمثل ماذا؟ يمثل صياغة الأهداف قصيرة المدى وذلك في فترة من سبعة وعشرين واحد ألف أربعمائة وأربعة واربعون هجرة إلى تاريخ ثلاثة اثنان ألف أربعمائة وأربعة واربعون هجرة وضحنا طريقة صياغة الأهداف قصيرة المدى الآن سوف نعرض لكم تسلسل الأهداف أو أمثل الهدف طويل المدى قصير المدى الأهداف السلوكية الهدف طويل المدى أن تقرأ سارة الأحرف الهجائية ألف با بدون مساعدة في نهاية الفصل الدراسي الهدف قصير المدى أن تقرأ سارة الحرف ألف بدون مساعدة عندما يطلب منها ذلك في ثلاث محاولات من أصل أربع خلال أسبوعين أن تقرأ سارة الحرف با بدون مساعدة عندما يطلب منها ذلك في ثلاث محاولات من أصل أربع خلال أسبوعين هنا الهدف قصير المدى الهدف السلوكية وتكون متسلسلة ويمكن ماذا ملاحظتها أن تشير سارة إلى الحرف ألف من خلال أدوات التي أمامنا أن تردد والوسائل أن تردد سارة الحرف ألف أن تطابق سارة الحرف ألف أن تستخرج سارة الحرف ألف أن تقرأ سارة وهو آخر هدف من هداف السلوكية أن تقرأ سارة الحرف ألف هذا النموذج يوضح ماذا كتابة الأهداف بالشكل الصحيح هدف طويل المدى هدف قصير مدى أهداف سلوكية نشاط ضع دائرة حول الأفعال القابلة للملاحظة والقياس مثل ماذا يقرأ ممكن نلاحظه نعم نضع حوله دائرة يفهم هل أستطيع نلاحظه يفهم أحسنتم لا يلون ممتاز نضع حوله دائرة يتأمل هل أستطيع أن أقيس الفعل يتأمل أحسنتم لا يقص ممتاز نعم نشاهده ينظر ممتاز وشاهد نظره معي يقلد نعم يعطي أحسنتم نعم يدرك يدرك أحسنتم لا الإدراك من عمليات العقلية الداخلية التي لا يمكن أن أقيسها بالعين ينسى هل أستطيع أن أقيسها أحسنتم لا يسمي نعم يسمي مرتبطة بالنطق لا أستطيع أن نلاحظه يسغي هل أستطيع أن أعرف أن الطفل يستمع إلي أم لا أحسنتم لا فقط وضعنا دائرة حول الأهداف التي يمكن أن ألاحظها وأقيسها في الأهداف السلوكية والأهداف التي أطبقها مع الطفل نعرض لكم نماذج البرنامج التربوي الفردي كما ذكرناه سابقا معلومات الأولية عن الطفل اختبارات التشخيص فريق العمل المعلومات العامة للطفل مستوى الأداء الحالي جوانب قوة والاحتياج للطفل الخطة التعليمية ومتسلسلة منها الأهداف السلوكية ماذا نستخدم وسائل تعليمية أسليب تعزي طريقة التدريس والتقييم في نهاية أداء المهارة بعد نهاية الخطة تقويم الخطة هل هي مناسبة أو غير مناسبة للطفل في نهاية لقائنا الجميل هناك تدريب منزلي يجب أن يطبقه الأم وكذلك معلمية تدخل المبكر أن يقرأ الطفل كلمة كتاب بدون مساعدة عندما يطلب منه ذلك في ثلاث محاولات من أصل أربعة خلال أسبوعين هنا أي هدف هل هو طويل مدى أم قصير أم هدف سلوكي من يجيب أحسنتم هو هدف قصير المدى هو الهدف قصير المدى لأنه يوجد به معيار ومحك نبدأ دائما بعرض الوسائل التي تساعد الطفل بتثبيت المهارات كتاب أعرض للطفل وسيلة محسوسة كتاب هذا ماذا يا نورة أو هذا ماذا كتاب أعرض بطاقة كتاب أربطه بالوسيلة كتاب كتاب كم حرف يا نورة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة أحرف كتاب نبدأ من الأسهل إلى الأصعب كتاب استخرجي لي نورة بطاقة التي كتب بها كتاب أعرض نورة كتاب أين بطاقة؟ أستخرج نورة لبطاقة كتاب ممتاز ونعزز المهارة ممتازة يا نورة أبدأ الآن بترتيب كلمة كتاب من خلال الوسائل المحسوسة كيف نرتب يا نورة؟ ما هو أول حرف أحسنتي كا الذي يليه تا صوت طويل تا كتا وآخر حرف أحسنتي هو با كتاب بهذا تم تحليل الهدف قصير المدى من خلال البدء من الأسهل إلى الأصعب وفي نهاية لقاءنا الجميل أشكر لكم حسن استماعكم معنا وتفاعلكم في هذا اللقاء وأطلب لي ولكم التوفيق والسداد من الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته